هذه الانحرافات ما جاءت في الأومنة الآخرة إلا عن سوء الفكر ورداءة الفكر واتبع الهوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغيره دم من الله فمن اتبع هواه ضل وأضل وكان على غيره يعني عذاباً في الدنيا والآخرة وهذا هو السبب السبب في انحراف الشباب وفي انحراف أهل العصر ومن قبلهم كذلك أيضاً هو اتباع الهوى اتباع الهوى ومبنى ذلك الجهل فالجهل يدعو إلى اتباع الهوى وأما العلم يدعو إلى اتباع النور لأن العلم نور ونور الله يهدي إلى الخير فمن اتبع هواه ضل وأضل وسبب ذلك قلة العلم أو فقد العلم بالأحرى فلما كان الناس معرضين عن تلقي العلم وعن طلب العلم وعن استماع إلى العلماء يعني حصل منهم انحراف واتباع الهوى لأن الشيطان وجد سبيلاً إلى ذلك لأنه دائماً بالمرصاد في إضلال الناس عن ربهم وعن طريق ربهم فإذا وجد الجهل مسلكًا يسلك منه ويوغي الناس بذلك فينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لمقائد الشيطان ويزيل جهلهم ويتبعوا كتاب والسنة فاتبعوا كتاب والسنة هو المنهج السوي وهو الذي يعني ينجح به الناس في الدنيا والآخرة من عمل صالحاً من ذكرنا أنثى وهم من فلنحيي أنه حياةً ضيبة ولنجزي أنه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فمن اتبع الحق فمن اتبع كتاب الله واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد يعني نجح في الدنيا والآخرة ولا يكون مؤمن مؤمنا إلا باتباع الكتاب والسنة فمن لم يتبعهما فلس بمؤمن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكيمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلم تسليم التحكيم تحكيم كتاب الله تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شؤون الحياة كلها هو الواجب على كل أحد وهو فرض عين على كل مكلف فينبغي تحكيم كتاب الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب الانحراف كما قلنا هو اتباع الهوى والجهل وأيضاً قرناء السوء من شياطن الإنس والجن قرناء السوء فاتباع أشرار الناس يؤدي إلى الانحراف عن الحق وعن الصراط المستكم وعن الوسطية من ربنا الرحيم قلب قاسي ومن يقول إني صبي أصبر حتى أخاف الله حين أكبر فإن ذاك غره إبليس فقلبه مقفل مطموس فينبغي المبادرة في أول العمر إلى اتباع الحق واتباع السنة واتباع كتاب الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة